منطقة دار الخير منطقة دار الخير هي منطقة صغيرة تقسمها طريق وطنية كل يوم يتعدون منها مئات الكمين الكبيرة معبية بالسلاع والمؤونة لبقية المدن رئيس البلدية ونظراً للاكتظاظ اللي تتسبب فيها الكمين ذي قرار يمنع فيه الكمين الكبيرة اللي تفوق حمولتها 3 أطنين من أنها تتعدى من بلدي دار الخير عبر الطريق الوطنية سواء الكمين ولو يوصلوا على مستوى دار الخير يعملوا جمي تور ويحاولوا يلقاوا مسالك فلاحية أو طرق فرعية يتعداوا منها بطبيع القرار هذا تسبب في خسائر كبيرة لأصحاب الكمين وأصحاب السلعة على خاطرها تتعرض للتلف والتكسير كي تتعدى من طرقات ومسالك غير مهيئة وزيد عليه التأخير في توصيل السلع والمؤونة لأصحابها يفو ثلاثة ساعات على العادة أصحاب الكمين والتجارة احتجوا على الوضعية هذه يخي قرر اتحاد الصناعة والتجارة ونقابة سائقي الشاحنات أنهم يرفعوا طاعن في تجاوز السلطة قدام المحكمة الإدارية ضد رئيس البلدية بشيلغيوا القرار اللي خذاه ضدهم الطاعن قالوا فيه أن القرار مسم الحرية تتنقل اللي يكفلها الفاصل 24 من الدستور ويخالف الضوابة اللي حطها الفاصل 49 لتقييد الحقوق والحريات المحكمة الإدارية ثبتت في القرار ولقات أنه بالفعل إجراء المنع التام والدائم للشاحنات الثقيلة من المرور عبر الطريق الوطنية على مستوى بلدية دار الخير فيه مساس من حرية التنقل ويخالف أحكام الفاصل 49 من الدستور وهذا كعلاش حكمت بإلغاء قرار رئيس بلدية دار الخير على خاطره يمس من جوهر الحق في التنقل ويجعل منه استثناء لصنف معيم العربات بما أنه ما ثماش أي طريق أخرى مهيئة وإمنة يمكن المرور منها غير الطريق الوطنية الإجراء هذا زادا ما كانش إجراء ضروري بما أنه كان نجم رئيس البلدية يكتفي بمنع مرور الشاحنة الثقيلة في ساعات معينة منهار للتفادي الاختناق المروري وإلا تحديد أوقات معينة لمرورهم خاصة في الليل وفي نهاية الأسبوع وأخيرا المحكمة قالت إلي الإجراء ما يحققش التناسب بين مقتضاياة الأمن العام من خلال احترام قواعد الجوالين والسلامة في الطرقات من جهة وبينضمين حرية التنقل لأصحاب الكمين اللي تظروا برشة من هالقرار من جهة أخرى